اهلا وسهلا بكم معكم خالي نسمو هذا فيديو سوف نتحدث فيه عن عالم الكريبتو في سوف نتحدث فيه يعني عن الواتساب وما الذي تخاطط له في العمولات المشفرة اول شي قبل ان ادخلت للفيديو وريد فقط ان اقوم بعملية اعلان صغير لقناتي على التليغرام لمن يريد ان يقوم بالدخول اليها وتعلم المزيد حول العمولات الرقمية هذا هو الوقت وهذه هي القناة رابطها اسفل في صندوق الوصف او في اول التعليقات ستجدوها منشورة هنا الخبر الذي اريد ان اتحدث عنه هو واتساب حاليا تخاطر لتجربة لتجربة مدهوعات لعملات الرقمية المستقرة داخل تطبيق الولايات المتحدة في الولايات المتحدة الامريكية فبدأ مشروع اليوم حيث انه بدأت هناك تجربة على عدد محدود من الاشخاص في الولايات المتحدة الامريكية بحيث انهم سيكونوا قادرين على عملية الانسان العمولات المشفرة المستقرة عبر نوفي واتساب هي محفظة التي كانت تعرف سابقا باسم فيسبوك للعملات المشفرة فستيفان كاسر فستيفان كاسر عفوا هو رئيس لمشروع نوفي قال على ان هناك طريقة جديدة لتجربة المحفظات النوفي الرقمية وقال على انه بجداء مليون ستتمكن عدد محدود من الاشخاص والولايات المتحدة من �ل اموال واستلامها باستخدام نوفي على الواتساب يعني بدأت حاليا استخدام مشروع بدأت حاليا مشروع تتطبق وبدا يعني على عدد محدود من الاشخاص فارغم ان هذه المواد تسويقية المصاحبة للإعلان أشارت إلى أن مستخدمين تجريبيين سيكونوا قادرين على إرسال والاستلام العملة مستقرة بالدولار الأمريكي في أكتوبر أي حيث أغانت الباكسوس على أنها ستنضم إلى النوفي من خلال سماح المستخدمين بشراء الوسد باكسوس أو USDP كما تسمى من خلال يعني كما أخبرتكم من خلال محفظة الرقمية التوكنز التي تتم شراءها بهذه الطريقة والتي تتم حفظها بواسطة محفظة كوانبيز تم إطلاق حاليا هذه التجربة على عدد محدود من الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية فهذا ما جعل كذلك محور الكريبتو على فيسبوك كعلامة متا تجارية كان انتقال فيسبوك إلى مجال كريبتو يعني سمي ب كما أخبرنا سابقا على أنه مشروع فاشل لأنه يعني تقولي علاش حدث كان ادخلت في أحد الشركات سميت بشركات فاشلة وهذه الشركات فاشلة فاشلة في هذا المجال ولكن هي من الشركات الكبيرة جدا مثل شركة ماستر كارد و شركة بايبال و عرفت واحد الموجة من المغادرة تستسويت لاتخذ الخطوة يعني كذلك اتخذت الأشكال المتنوعة يعني كل مغادرة كيفاش كانت مهم خبر مثل هذا الخبر بدأ تطبيقه بدأ يعني في التطبيق سيؤثر على العمولات المستقلة العمولات الرقمية لو تم اطلاقه بشكل رسمي على جميع يعني جميع ما سمية أو جميع يعني تطلاقه على جميع كافة العالم فسوف نرى نظرة أخرى سوف نرى على أن هذه العمولات سوف تكون هي المستقبل وسوف نرى على أن البنوك المركزية كذلك سوف تكون هناك تنظيم لهذه العمولات الرقمية في البنوك المركزية فما نكونش ما نتواجع لكم في هذا الفيديو هذا هذا خبر تم طرحه اليوم أردت أن أقوم بمشاركته معكم أتمنى أن فيديو اليوم وحلقة اليوم قدرأت إعجابك لا تنهلني لا تذهب بدون أن تضع لنا الرايك والاشتراك في القناة كان معك حديث مو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته